احنا اتفقنا انه الازمة الاقتصادية العالمية وزي ما احنا شايفين هي ازمة اكبر من ان نعتقد ان هي مشكلتنا الوحدانة لكني ادرك وافهم انه بالكلام ده ما يفرقش مع اقتصاد المواطن او لا يعز المواطن ان انا اعرف انه انها ازمة خص العالم كله قد يكون جزء من انه يشرح لي انا ليه بيحصل معايا كده لكن مش هيحللي ازمتي الحالة وبالتالي فيه مبادرة مهمة جدا ومبادرة تقول لنا كمان برضو اللي بدأنا وتكلمنا عنه انه الايكو سيستيم او النظام الداخلي للدولة المؤسسات بتتكامل مع بعضها في التواصل ممكن يجاوبنا على اسئلة تخص الناس اكتر تخص كيف سنخرج من هذه الازمة وما بقاش مبالغ لو قلت نبقى محظوظين جدا كلما زادت الاجابات وضوحا حتى لو كان الوضوح ده قاسي يعني حتى لو اتقلنا كده بوضوح احنا قدامنا وقت صعب قدره قد كده لكن احنا شايفين الفرص اللي هي موجودة هي في اخر الطريق وشايفين الحلول المقدمة واحنا بنناقش او بنتناقش في هذه الحلول ده بالضبط اللي تقدم بالحوار الوطني الاستاذ دياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني ارسل مجموعة من الاسئلة والاستفسارات احنا عارفين طبعا ان الحوار الوطني تم تقسيمه داخليا لليجان وكل لجنة معنية بانها تسمع من الناس وتحط محاور وتتكلم وتتحور فيها وتقدم حلول بالمناسبة فالحوار الوطني تقدم نموذج لعلاقة تكاملية ما بينه وما بين مجلس الوزراء المصري وتقدم لدكتور مصطفى مدبولي لوضع هذه الاسئلة امام المؤتمر الاقتصادي والمطلوب يعني الحوار الوطني باستفاده صوت الناس والشارع ومن يمثلهم هذا الحوار اتحطت قدام المؤتمر الاقتصادي مطلوب من المؤتمر الاقتصادي انه يجاوب على هذه الاسئلة الاسئلة دي هي ايه بقى؟ اول حاجة سؤالي خص التضخم وسعر الصرف اللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني سألت السؤال هتعملوا ايه؟ انا مش عايزة اقول الصياغ المعقدة لهذه الاسئلة لكن السؤال ايه هي الاليات المزمع استخدامها في الاجل القصير لكبح جماح ارتفاع الاسعار خلونا نقولها كده بالبلدي هتعملوا ايه في انفلات الاسعار اذا صح التعبير الاسعار بترتفع لأسباب اقتصادية حقيقية ولأسباب اقتصادية تخص استغلال الازمة دي اسباب نفهمها ودي اسباب الدولة ليها دور فيها السؤال التاني الحوار الوطني بيسأل عن عجز الموازنة والدين العام والاجراءات الخاصة بالايرادات والنفقات ايرادات الدولة ونفقات دولة المفترض انه سياسة النقدية للدولة دي الدولة بتتفق فيها لاننا بنقترض من صندوق النقد مع صندوق النقد طب هنعمل ايه؟ ازاي هنتأكد انه مش هيحصل انه السياسة المالية تأثر على السياسة النقدية يعني ايه؟ يعني ازاي هنتأكد انه مش هيحصل عندنا تضخم فضيع على الاجل القصير والمتوسط بسبب حجم يعني الفرق الرهيب او العجز في الموازنة والدين العام ده سؤال فيه سؤال تاني ترحوا احوار الوطني انا عجباني الاسئلة فسامحوني لو باخد وقت فيها كده وبحاول ترجمها بلغتنا باللي احنا بنقوله في الشارع كل يوم سؤال يخص الاستثمار الخاص اهميته سؤال عن الطاقات المعطلة يعني ايه طاقات المعطلة؟ يعني انه فيه استثمارات سابقة موجودة في الدولة وفيه تكوين للصندوق السيادي اللي هو بيعتبر محاولة ايجابية لكن هنعمل ايه؟ للاستثمار الخاص السؤال اللي كنا بنسأل فيه حالا الاستاذة هبة والاستاذة رندا فيما يخص المؤتمر الاقتصادي معروف كده انه لو الاستثمار القطاع الخاص في الدولة قادر يتحرك وفق قوانين وفيه ثبات تشريعي وفيه ثبات اداري وفيه حالة من الاستقرار ده يجذب الاستثمار الاجنبي بطبيعة الحال من غير ما نتعب سؤال تاني قدمه الحوار الوطني فيما يخص الاستثمار العام يعني الحوار الوطني بيسأل عن التضخم عن عجز الموازنة عن الاستثمار الخاص وعن الاستثمار العام يعني ايه الاستثمار العام؟ الدولة الدولة عندها مشروعات عملاقة المفترض انها تدر دخل للدولة وبالتالي الحوار الوطني بيطرح هذا السؤال ايه الاليات اللي اتحطت عشان نقول انه نتأكد انه الانفاق الاستثماري العام يعني الدولة تصرف على مشروعات كبيرة دي المواطنين موافقين عليها دي حاجة مهمة جدا اننا نقول انه المشروعات العملاقة اللي بتقدمها الدولة المواطن موافق ان يكون جزء منها موافق انه يصرف عليها سؤال تاني بيتعلق بالصناعة قدمه الحوار الوطني فيما يتعلق بقطاع الصناعة سؤال مهم جدا 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 على السياسات لانه اذا اردنا نهوض بالصناعة ففيه سياسات لازم الحكومة تتبنيها عشان تقلل اي تحيز للقطاع العقاري على حساب قطاع الصناعة وانا بشوف ان ده سؤال مهم جدا قطاع العقاري رغم اهميته الشديدة في مصر اللي انه اخد حجم كبير من الاقتصاد المصري وبالتالي تعطلت الاستثمارات في الصناعة يعني ببساطة ما بقاش الصناعة ما بتكسبش قوي زي الاستثمار العقاري يلا كلنا نستثمر في العقارات والحقيقة انه الدولة لازم تغير طريقة تشجيعها للصناعة اذا كنا نريد صناعة او نهوض حقيقي بالصناعة سؤال كمان مهم عن الزراعة سؤال بالنسبة لقطاع الزراعة هنعمل ايه عشان نزود دخل المزارع وده معناه بالمناسبة ولما بقول المزارع انا مش بنزل بسرعة كده في الهرم او التسلسل لكن بالعكس دايماً صحة العملية او العملية نقول ان الزراعة بتنتعش اذا كان المزارع بيكسب كويس مش التاجر ازاي نزود دخل المزارع ونرفع انتاجيته وسؤال تفاصيله يعني ازاي التعاونيات ممكن تبقى لها دور فاعل في هذه المسألة الاسئلة حلو جدا الاسئلة شبه كلامنا اللي بنقوله كل يوم في الشارع وبنسأل اسئلة الناس بتسألها للدولة سؤال كمان فيما يتعلق بقطاع السياحة سؤال مهم عن خطة الحكومة للتأكد من عودة السائح لمصر مرة تاني اللي كنا بنقوله برضو في بداية الحلقة السياحة مش بس حدث عظيم يحصل ولا حجوزات كتيرة مالية الفنادق وبالمناسبة حاجة حلو قوي وحاجة فعلا ابتدت تحصل لكن السياحة هي منظومة انه الدولة كلها جاهزة لاستقبال السائح من اول ما ينزل من المطار وازاي بنعمله او ازاي بنضيقه او ازاي بنعطله لحد ما بيرجع تاني المطار وهو واخد انطباع جيد عن الدولة فبالتالي هيرجع مرة تانية او هيتكلم بكلمة ايجابية عن الدولة وبالتالي دي هي القوة الحقيقية لاننا صنعنا عملنا عجلة هذه الصنع سؤال مهم جدا جدا عن الخدمات التعليمية والصحية هل التوسع في تقديم الخدمات دي عن طريق الخطاع الخاص وده الدولة يعني بدياله مساحة كبيرة جدا عشان يعوض النقص اللي حصل من القطاع الحكومي هل ده ممكن يبقى فيه مبدأ تكافؤ الفرص في تقديم الخدمات دي ولا لا دي اسئلة الحوار الوطني والحقيقة يمكن يكون على مدار الشهور اللي فاتت اللي بدأ فيها الحوار الوطني كان فيه مخرجات مهمة اننا نشوف صوت الشارع لكن الاسئلة دي اذا تمت الاجابة عليها في المؤتمر الاقتصادي واذا فهمها مش بس المستثمرين لكن اذا فهمها رجل الشارع هنبقى حققنا نجاح كبير جدا جدا في الوعي الشعبي للازمة لما بنبقى عارفين احنا فين بنقدر نساعد بعض ونعدي منها